أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس أنه تبع ما أسير بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نظام هيئة قناة السويس والذي يضم إنشاء صندوق تابع للهيئة أوضح جبالي أن مشروع القانون الذي وفق عليه مجلس النواب في مجموعه لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس وإشهد جبالي على أن مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولقد هالني ما رأيته وسمعته أمس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الإدعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع لذا فقد وجدت لزاما علي ضرورة توضيح الأمر فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إن شاء صندوقٍ تابعٍ لهيئة قناة السويس والذي لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورةٍ نهائية لا يتضمن أيَّة أحكامٍ تمسُّ قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرُّف فيها أو بيعُها بل ويزيد على ذلك أن الدولة مُلزمةٌ وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًّا مائيًّا دوليًّا مملوكًا لها كما تلتزمُّ بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًّا مُتميِّزًا أما ما تضمنه من مشروع القانون من حق الصندوق المُزمع إن شاءُه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمرٌ طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلةٍ من وسائل التمويل والاستثمار ولا يمسُّ بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر قناة السويس لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حالٍ من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عام لا يمكن التفريط فيه ترجمة نانسي قنقر